تقالات تعرض لها بعض المطالبين بإقليم البصرة خلال إحدى الفعاليات الرياضية التي تم فيها رفع علم الإقليم ليتم الحديث عن وجود مضايقات من قبل بعض الجهات ضد من يطالب بالموضوع تعرضنا إلى مضايقات كثيرة من قبل أمن الملعب من قبل القوات الأمنية بشكل عام بسبب إدخالنا علم الإقليم إلى داخل الملعب طبعا بالبداية أنا اللي صار أنه صورت لحظة إنزال العلم فأجوا أمن الملعب اعتقلوني أخذوني إلى مقر قيادة معرف مكان فحققوا وياه أنه أنت شنو جهة دافعة تكوشي قلت لهم أنا ما عندي أي شي ولا جهة دافعتني بالعكس أنا مطلبي قانوني ودستوري بعض المطالبين والمنظمين لمشروع إقليم البصرة يرون أن بعض الأحزاب في المدينة تمارس ضغوطات عديدة على عدم إنشاء الإقليم كتجمع رسمنا خطة ولدينا نظام داخلي وشكلنا قيادة لقيادة هذا المشروع وما حصل أمس هي نتيجة ضغط الأحزاب وممارستها على عدم إنشاء هذا الإقليم ولكن نحن كتجمع لدينا رؤية ومصرين على إنشاء الإقليم مهما كلفنا الأمر الحقيقة كل مطالبنا هي دستورية وقانونية ومطلب الآن أصبح شعبي وضغط الشارع البصري ما أتاح لنا الفرصة أكثر بعد الإصرار في هذا المشروع ولن نتراجع عنه مهما كلفنا الأمر فيما حمل بعض الشيوخ عشائر محافظة المؤيدين لإقليم البصرة الجهات التي تعارض مشروع الإقليم مسؤولية أي اعتداءات أو تجاوزات لأهالي المدينة الذين يطالبون بالحقوق الشرعية والدستورية في ظل ما تمر به المحافظة من مشاكل خدمية ندين ونستنكر الإجراءات التي حدثت في ملعب البصرة تجاه ناشطين الإقليم وبعض الشباب من سحب الأعلام البصرية أعلام إقليم البصرة بنفس الوقت نحن نحذرهم أو نحملهم مسؤولية كافة ونحذرهم أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية قد لا تحمد أقبعها ونحن كشيوخ عشار بنفس الوقت نشوف أن الوضع في البصرة محتقن فلا نزيد الوضع احتقانا فأترجعهم أن يحافظون على هدوء البصرة وأمنها وأمانها وتشهد البصرة بين وقت وآخر احتجاجات ومظاهرات مطالبة بتوفير خدمات وفرص العمل وتأتي مطالبة البعض بإقليم البصرة لحل المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة محمد الجابري قناة التغيير البصرة